موسيقى نشت السادسة عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين كليفة حفتر يصدر أوامره لبدي ما سماها عملية حسم المعركة في بنغازي ومقتل طفلة وإصابة أربعة مدنيين آخرين جراء سقوط قذفة عشوائية على عمرات اسبخة بمنطقة السلماني وصول أربعة قتلى إلى مركز سبهة طبي سقطوا في حوادث منفصلة ومركز شرطة المدينة يعلن أن القتلى من جنسيات مختلفة موسيقى اللجنة البرلمانية لمتابعة الأوضاع الطارئة بمجلس النواب تقول أن ما جاء في بيان فريق الحوار لا يعتبر ملزما للمجلسة ووفد المؤتمر يصل السقرات وحكومات غربية تحس أطراف الحوار على توقيع الاتفاق قبل العشيدة من سبتمبر موسيقى أصدر خريفة حفتر أوامره لقادة المحاور بمدينة بنغازي ببدء ما سمها عملية حسم المعركة في المدينة وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن ذلك جاء في اجتماع عقده حفتر فجر السبتم عكافة قادة المحاور بمدينة بنغازي فضلا عن اجتماعه بآمر قوات الصاعقة وآمر قاعدة بنينة الجوية وذلك للبدء فيما سموها عملية الحسم بمدينة بنغازي يشار إلى أن قوات حفتر تشنغارات جوية بالطيران العمودي المقاتل على عدة مناطق بشكل شبه يومي في مدينة بنغازي منذ ستة عشر شهرا إلى جانب المواجهات على الأرض ضد قوة مجلس شراثوار بنغازي أفاد مستشفى الجلاب بنغازي بوفاة طفلة وإصابة أربعة من المذنين جراء سقوط قذيفة عشوائية على عمارات سبخة بمنطقة السلماني وأوضح المستشفى عبر صفحته على الفيسبوك أن من بين الجرح طفلة تبلغ عشرة عوام أصيبت بقطن بالشريان الرئيسي المغذي لرجلها اليسرع افتتح في مدينة درنة أول مركز للشرطة بالمدينة بعد أربع سنوات منذ بدء ثورة السابع عشر من فبراير واستعرض جهاز الشرطة آلياته بشوارع المدينة معلنا بذلك عن بدي أعمال الجهاز وقال مسؤولون بجهاز الشرطة أنهم قد باشروا العمل واستقبال بلغات المواطنين وتزامنا مع ذلك يجهز مقر المحكمة الشرعية وعدد من المؤسسات الأخرى في المدينة كجهاز الحرس البلدي أعلن المجلس المحالي لمدينة درنة أنه رغم التهديدات التي تعرض لها إلا أنه ساهم بشكل مباشر في حال أزمة الوقود ودفع الفروق المالية لأصحاب سيارات الوقود وأوضح المجلس في بيان له أنه ساهم أيضا في توفير سيارات الإسعاف والمطافئ وتجهيز مقر هيئة السلامة الوطنية وذكر البيان أن العمل جار على تجهيز مقر الجوازات بالمدينة ودعم وتفعيل جهاز الحرس البلدي وتزويد السجل المدني بآلات الطباعة والقرطصية وأفراد الحراسة وأشار البيان لأن عدم صرف الميزانيات للقطاعات المختلفة زاد من حجم المسورية الملقاة على عاتق المجلس المحلي بحسب البيان من جالبه رأى الناشط الإعلامي عبد الحميد أحصادي أن الوضع الميداني في درنا يشهد هدوءا نسبيا بعد تقدم قوات مجلس شرى المجاهدين موضحا أن ما يعرف بتنظيم الدولة محاصر في منطقتين الفتايح وحي الأربعمية المجتمع الدرناوي والأهالي في المدينة والعوائل الحقيقة يستبشرون خير بعودة المؤسسات وعودة المدينة لأحضان الدولة وعودة المدنية لحالها الصابق الحقيقة عودة المركز الشرطة والحراس البلدي وجهاز الخدمات بشكل عام في المدينة أكد مركز شرطة المدينة بسبب وصول أربعة قتل إلى مركز مستشفى سبه الطبية أمس الجمعة في حوادث منفصلة بالمدينة وأوضح المركز عبر صفحته على فيسبوك أن من بين القتل رجلا يبلغ من العمر سبعين عاما وجد مقتولا في سيارته عليه آثر عيرة النارية أمام محلات الخامس من اكتوبر مشيرا لأن شخص المتهم في عملية القتل سلم نفسه للجهات الأمنية وذكر مركز المدينة أن من ضمن القتل شابا تعرض للرماية بمخيم 85 بالمدينة وقام أهل الجاني بتسليمه إلى الجهات الأمنية وأشار المركز إلى أن القتلين الآخرين يحمل أحدهم الجنسية المصرية والآخر الجنسية النيجرية قال عميد بلدية الكفرة مفتاح مخليل إن الاشتباكات توقفت منذ أسبوع بعد مع سماع إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة بصورة متقطعة بين أطراف النزاع وأكد أبو خليل لقناة ليبيا لكل الأحرار أن جهودا حثيثة تبذل محليا من قبل مشايق وعيان الكفرة للاتصال بجميع المكونات الاجتماعية والأطراف المتقاتلة من أجل التواصل اتفاق لوقف إطلاق النار بصورة كاملة وفك الحصار عن المدينة شمالا وجنوبا وأضف عميد بلدية البلدية أن مجلس النواب أصدر قرارا بتشكيل لجة تتكون من شخصيات علمية وأمنية وعسكرية مشكلة من جميع قبائل برقة سوف تقدم تقدم بعد غد للتواصل مع الجهود المحلية لجمع المعلومات وتباذل الأرى لوضع آلية للخروج من الأزمة القائمة في المدينة هذا ووصف عميد بلدية الكفرة مفتاحها الوضع الإنسانية بالكفرة بأنه مأساوي بسبب انعدام المقاومات الأساسية وأن المؤسسات والمرافق الحكومية تعمل بالحد الأدنى وقال أبو خليل إن معظم مرافق الخدمات معطلة وأن الوقود وغاز الطهي غير متوفرين في المدينة وأدى نقص السيولة إلى إغلاق باقي المصارف في المدينة مع السمرار إغلاق الطريق الذي يربط الكفرة بجدابية وأكد عميد البلدية أن الحياة ما زالت مستمرة في المدينة للاكتفاء الذاتي للمنطقة بالثروة الحيوانية وزراعية ووقف الخيرين في المنطقة أكدت اللجنة الأمنية المشتركة وباري مباشرتها لعملها بمجهودتها الذاتية بعد تفويضهم الكامل لمكافحة الجريمة والسطو المسلح على ممتلكة المواطنين في بيوتهم وفي الطرقات العامة وتذكرت اللجنة في بيان لها وذكرت اللجنة في بيان لها تمكن جهازي التحري والتحقيق والمداهمة والقبض من استرجاع عدد من السيارات المنزوعة من أصحابها وعدد من الأشياء المسروقة وكان تكلف اللجنة قد صدر من قبل المجلس الاجتماعي لقبائل طوارق ليبيا واستنادا لقرار مشايخ الطوارق وأباري وغرفة عمريات أباري ومجلس ثوار أباري في الحادي عشر من سبتمبر قالت اللجنة البرلمانية لمتابعة الأوضاع الطريقة بمجلس النواب في بيان لها أن ما جاء في بيان الفريق المكلف بالحوار لا يعتبر ملزما للمجلس موضحة أن ما قام به الفريق يعد شروعا في تنفيذ ما مسودت الاتفاق قبل اعتمادها نهائيا من قبل جميع الأطراف وأضف البيان أن مهمة الفريق كانت تقتصر على لقاء الأعضاء المقاطعين وليس لتقرير أي التزام مؤكدا ضرورة تنفيذ قرار مجلس النواب بشأن عودة فريق الحوار إلى مقر المجلس بيطبرق من جهة أخرى عبرت اللجنة البرلمانية عن السيائها الكامل من تصريحات المبعوث الأممي برناردين ليون والتي تناول فيها أمورا تتعلق بشؤون داخلية تمس سيادة مجلس النواب حسب تعبير البيان أكد عضو مجلس النواب صالح فحيمة في برنامج ستون رفض مجلس النواب مبدأ فتح مسودة الاتفاق الوقع عليها بالأحرف الأولى للتعديل عليها مشيرا إلى أن المجلس لم يكلف وفده في صقرات بالاتفاق مع النواب المقاطعين لجلسات المجلسة مجلس النواب هوفد مجموعة من النواب للإقناع مع النواب المقاطعين لم يكلفهم باستقاوض مع النواب المقاطعين في أمر ما وقد صدرت قبل قليل من حوالي ربع ساعة بيان بهذا الخصوص مفاده أن المجلس النواب الذين وصلوا إلى صقرات بالجلسات مع النواب المقاطعين ليس لديهم التخليل أو التخليل أو يقوم باستقاوض مجلس النواب بأي اتفاق أكد مصدر بمدينة صقرات المغربية وصل وفد المؤتمر الوطني العام إلى المغرب لاستناف جولات الحوار الوطني وكان المؤتمر الوطني العام قد وافق في وقت سابق بالأغلبية على استناف جلسات الحوار الوطني بصقرات بما طلب مجلس النواب وفد الحوار التابع له بالعودة إلى تبرق للتشاور بعد رفضه إدخال التعديلات على المسودة الموقع عليها بالأحرف الأولى دوليا رحبت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وإسبانيا والولايات المتحدة بانطلاق جولة الحوار الحالية في صقرات وحثت جميع الأطراف على مواصلة المشاركة بشكل بناء في هذه المرحلة الحاسمة من المفاوضات ودعت الدول الست في بيان مشترك أطراف الحوار للتواصل اتفاق شامل قبل العشرين من سبتمبر الجاري يتضمن التوافق على أسماء المرشحين لحكومة الوفاق الوطني وتشكيلها قبل نهاية شهر سبتمبر بحيث تتمكن من بدي عملها في موعد لا يتجاوز الحادي والعشرين من أكتوبر القادم وأدان البيان بشدة جميع أشكال العنف ضد أي طرف من المشاركين في الحوار مشيرا إلى أن أولئك الذين يسعون إلى عرقلة العملية السياسية سيحاسبون على أفعالهم وفق البيان قال المحلل السياسي جمال عبد المطلب إن هناك أزمة في مجلس النواب حول المسودة الأخيرة موضحانا المجلس انقسم بين مؤيد ومعارض لها حسب تعبيره هناك رسائل أرسلت إلى الدول الإقليمية التي كانت تتدخل في شأن الليبي بأن ترفع يدها دول أشرنا إلى هذه الرسائل في أكثر من تحليل هذه مسألة مؤكدة بالإضافة إلى أن منطقة الخليج الإمارات والسعودية عندهم مشغولين بقضية اليمن وبقضية ووصلوا إلى قناعة هناك تيار معهم وصلت رسالة من الولايات المتحدة بأن المسألة الليبية لابد من حلها قال أعضاء مجلس البحوثة والدراسات الشرعية التابعة لدار الإفتاء في بيان لهم أن مسودة الحوار السادسة تنسف كل ما حصل عليه الشعب الليبي في التعديل التاسع للإعلان الدستوري بشأن تحكيم الشريعة وإبطال كل ما يخالفها ومستغنبين من خلو مسودة الحوار من التنصيص صراحة على الالتزام بتحكيم الشريعة هذا ودع بيان دار الإفتاء عضاء المؤتمر الوطني العام إلى التريث وعدم العجلة في البت في المسودة فضلا عن دعوة جميع الأطراف المشاركة في عملية الحوار إلى تقديم مصلحة الوطن وأن لا يكون سببا في هيمنة القوى الخارجية على البلاد حسب وصف البيان وأشدد المجلس على وضع توضيح وتعريف لكلمة الإرهاب لأن كل طرف سيفسرها على هواه إن المجلس يدعو أعضاء المؤتمر الوطني العام وفقهم الله إلى التريث وعدم العجلة في البت في المسودة قبل الدراسة المتأنية المستفيدة من أهل الاختصاص وذوي الخبرة والاستفادة من كل من يعنيه الأمر أعلنت قوة الردع التعرف على هوية منفذي هجوم الأمس على مقر القوة ومؤسسة الإصلاح والتأهيل في ماتيجا بالعاصمة طرابلس وقال الناطق باسم قوة الردع معاذ خليل لقناة ليبيا لكل الأحرار المهاجمين ينتمون لما يعرف بتنظيم الدولة حيث أظهرت التحقيقات أن من بين المهاجمين سودانيين وتونسيا ومغربيا فضلا عن ليبيا كان من بين السجناء الذين حاولوا المهاجمون إطلاق سراحهم وأضف خليل أن هدف العملية كان إطلاق سراح عدد من السجناء الذين ينتمون إلى جنسيات مختلفة من بينهم شخصية بارزة في التنظيم حيث اعتقلوا على خلفية الهجوم على فندق كورنثيا وعدد من السفرات الأجنبية وأفاد خليل في نشرة سابقة بتكريف فرقة عسكرية لمساندة الشرطة القضائية بحماية السجن موضحا أن الأمور كلها تحت السيطرة على حد قوله الحق الآن لا يوجد معلومات أولية إلا أن التحقيقات سارية جدا سارية بمشكلة فيها والآن سارية جدا موجودين وتم التحقيق في هذا الأمر فيما أكد أحد أفراد قوة الردع في طرابلس تصدي قواتهم للمجموعات التي حاولت اقتحام السجن معيتيقة بعد أن قامت هذه المجموعة باستخدام بعض المواد المتفجرة في هجومها حاولوا اقتحام السجن طبعا تصدت لهم القوة الموجودة داخل السجن اللي هم الحرص الشرطة القضائية بعدين بعدتهم القوة الردع الخاصة الفرقة الثانية وقاموا بالتصدي لهم خلال نفس ساعة صارت بينهم اشتباكات تم قتل هذه المجموعة لرغبة في زعزعة الأمن داخل العاصمة قال وزير الداخلية بحكومة إنقاذ الوطني محمد شعتير إن القصد من وراء الهجوم على سجن معيتيقة هو زعزعة أمن العاصمة والاستقرار فيها مطالبا جميع المواطنين بضرورة التعاون مع وزارة الداخلية نحن بوزارة الداخلية سوف نتصدى لكل عمل إرهابي مهما كان نوعي وتحت أي مسمى ولن نقط مكتوفي الأيدي بمن يحاول زعزعة الأمن والنيل من أمن المواطن وقد تم التشكيل فريق بالتحقيق في الواقع التي حدثت في الأمس وسوف لن يفلت كل من أدينا في هذا العمل نشتنا متواصلة وفيها صندوق الزكاة يطلق حملة التراحم لتوزيع الألاف الضاحي على العائلات المحتاجة لمناسبة عيد الأضحى المبارك تستهدف توزيع ما يزيد عن أربعة ألف وخمسمائة أضحية موسيقى موسيقى خلف حفتر يزر أوامره لبد ما سمها عملية حسم المعركة في بنغازي ومقتل طفلة وإصابة أربعة مدنين آخرين جراء سقوط قذفة عشوائية على عمرات اسبخة بمنطقة سلماني موسيقى وصول أربعة قتلى إلى مركز سبا طبي سقطوا في حوادث منفصلة ومركز شرطة المدينة يعلن أن القتلى من جنسيات مختلفة موسيقى موسيقى اللجنة البرلمانية لمتابعة الأوضاع الطريقة بمجلس النواب تقول إن ما جاء في بيان فريق الحوار لا يعتبر ملزما للمجلس ووفد المؤتمر يصل اسخرات وحكومة غربية تحث أطراف الحوار على توقيع الاتفاق قبل العشرين من سبتمبر موسيقى استنكر المؤتمر الوطني ما قام به الجنود والمستوطنون الصهاينة من اقتحام للمسجد الأقصى الشريف وسط صمت وتجاهل واضح من المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية وطالب المؤتمر في بيان له المجتمع الدولي باتخاذ مواقف عملية لنصرة المستضعفين وحماية مقدساتهم مضحانا الاحتلال مهما طال أو استغول فإن له نهاية لا محالة حسب وصف البيان هذا وأكد المؤتمر الوطني وقوف الشعب الليبي المطلق بجانب الشعب الفلسطيني في نضاله وجهاده ضد جرائم الاحتلال أكد أضلية التأسيسية لصياغة مشروع الدستور محمد دلاغة تشكيل لجة للتواصل مع المكونات الثقافية مضحان أنها أعطيت صلاحية تحديد القضايا التي تخص المكونات بناء على الحوار معهم وصلاحية محاولة إيجاد توافقات معهم وأضاف الآغة أن اللجة ستكون منتخبة ومكونات من ثلاثة أشخاص مشيرا إلى أن الهيئة قرت بالإجماع على ضرورة دعوة المكونات للعودة والمساهمة مع باقي الأعضاء في صياغة دستور لكل الليبيين أكدت لجة المشاعر المقدسة ببعثة الحجيج الليبي أنها استلمت مخيمات الليبيين في عرفات ومنا لتجهيزها للحجاج الليبيين وقال رئيس لجة المشاعر المقدسة سليمان حندي أن اللجة قد انتهت بما نسبته 90% من تجهيز مخيمات الحجاج في عرفات مشيرا إلى أن الإقامة هناك ستكون مريحة وأن المساحة الممنوحة للحاج في منا أقل منها في عرفات إلا أنها تعتبر هي الأفضل من حيث ساعتها وتجهيزها بمخيمات مكيفة بل إضافة لقربها من جسر الجمرات ورجح حندي أن يتم تجهيز كامل المخيمات في منا وعرفات خلال يومين من الآن أطلق صندوق الزكاة حملة التراحم لتوزيع ألاف لضاحي على العائلات المحتاجة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكر صندوق الزكاة في إعلان له أن الحملة تستهدف توزيع ما يزيد عن 4500 أضحية يتم توزيعها من خلال مكاتب الصندوق المنتشرة في البلاد على الأسر المحتاجة إذكر أن مدن ليبية عدة تشهد هذه الأيام حملات مكثفة لجمع الأضاحي لتوزيعها على الأسر المحتاجة حيث شهدت مدينة جميل وحدها تبرع أحد المواطنين بأربعين أضحية أعلنت فرق الإنقاذ السبت عن إنقاذ نحو 2300 مهاجر كانوا يحاولون عبورا متوسط إلى أوروبا انطلاقا من السواحل الليبية بعد تعطل المركب الذي كانوا على متنه تفاصيل أكثر في نص التقرير الآتي مع تواصل قوارب الموت العبيرة للمتوسط لا تزال فرق خفر السواحل في أوروبا وليبيا تعلن عن عمليات إنقاذ للمهاجرين غير نظامين وانتشال الجثث آخر عمليات الإنقاذ جرت السبت أعلن عنها كل من خفر السواحل الإيطالي ومنظمة أطباء بلا حدود حيث تم بواسطتها إنقاذ نحو 2300 مهاجر كانوا يحاولون العبور إلى أوروبا من السواحل الليبيا ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم منظمة أطباء بلا حدود زين السعدي قوله إن أكثر من 750 مهاجرا كانوا على متن ثلاثة زوارق قبل إنقاذهم وأن فرق الإنقاذ لا تزال تقوم بعملية إنقاذ لزورق رابع على بعد أقل من 40 ميلا بحريا عن ليبيا هذه الأرقام جاءت بعد أقل من 24 ساعة من ألان القوات البحرية الليبية عن انتشار جثث سبع مهاجرين بينهم طفل قبالة سواحل طرابلس وقال الناطق باسم القوات البحرية الليبية العقيدة يوب قاسم لقناة ليبيا لكل الأحرار إن أقلة النفط أنوار الخليج تمكنت من إنقاذ نحو 100 مهاجر آخرين من بينهم 11 امرأة ونقلتهم إلى الشاطئ وأوضح مدير مكتب الإعلام بالهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس ملك مرسيطة إن المهاجرين كانوا في حالة نفسية سيئة جدا حيث تم تقديم الدعم النفسي لهم وإسعاف العديد من الحالات توجه فريق الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس إلى ميناء طرابلس البحر تحديدا في الرصيف رقم 13 قام خلالها بعملية نقل أو انتشار عدد سبع جثمين من بينهم طفلة وجاري نقلهم إلى المستشفى لعرضهم على الطبيب الشرعي وكانت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة أعلنت عن أن أكثر من 300 ألف مهاجر عبر المتوسط إلى إيطاليا واليونان خلال العام الجاري قضى منهم أكثر من 2500 شخص غرقا قال رئيس فرع جهاز خفر السواحل البحرية فرع قطاع الأوسط العقيدة رضا عيسى أنه سيتم تحويل طاقم ناقلة النفط الروسية إلى النيابة غدا لحد وأضف عيسى أن لجنة مشتركة من خفر السواحل ووزارة النفط تقوم بالتحقيقات حول أسباب وجود الناقلة والمهمة التي كانت مكلفة بها وكانت قوات خفر السواحل قد قابضت نهاية الأسبوع الماضي على ناقلة نفط روسية قبلة السواحل الليبيا فضلا عن تاقمها المكون من 12 فردا حيث يعتقد أنها كانت على وشك أن تحمل بكميات ضخمة من الوقود المهربة إلى عنوين النشرة خلف حفتر يصدر أوامره لبدء ما سمها عملية حسم المعركة في بنغازي ومقتر طفلة وإصابة أربعة مذنين آخرين جراء سقوط قذيفة عشوائية على عمرات السبخة بمنطقة السلماني وصول أربعة قتلى إلى مركز سرى الطبي سقط في حوادث منفصلة ومركز شرطة المدينة يعلن أن القتلى من جنسيات مختلفة اللجنة البرلمانية لمتابعة الأوضاع الطريقة في مجلس النواق تقول إن ما جاء في بيان فريق الحوار لا يعتبر مجزما للمجلس ووفد المؤتمر يصل اسقلات وحكومة غربية جحص أطراف الحوار على توقيع الاتفاق قبل العشين من سبتمبر فتا من الشراء في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة